في ليبيا قالت قوات شرق ليبيا التي يقودها خليفة حفتر أنها ستحضر أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى التركيا وأيضا ستمنع السفن التركية من الرسو في موانئ بليبيا وقال أحمد المصمار المتحدث باسم قوات شرق ليبيا أن قواته ستهاجم أي وجود عسكري تركي وأيضا ستستهدف الأهداف الاستراتيجية التركية على الأراضي الليبية على حد قوله يشار إلى أن أنقرة تدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس والتي وجهت الأربعاء الماضي ضربة لقوات حفتر التي تحاول السيطرة على العاصمة الليبية